السلام البنات مرحبا بكم في القناة هيوة الحاجة راشيدة اليوم نشارك معكم قراططان بلسان الطير اللي رائع الصراحة في الفران اللي تيجي بسيط وبطريقة بسيطة كيف تتشوفوا غنقطعوا معاكم اللي الصراحة تيجي لديد هتشوفوا القوام دياله وشكل دياله وعدو تندزون المقادر دغيات يوجد وصفة العشاق تال اخر لحظة تقدروا تالغداء الناس اللي تعجبون معجنة في الغداء لانه وجبة كاملة متكاملة فيها الدجاج وفي نسبق تفال قطنيات هذا هو القوام ديال القراططان ديالنا اللي غنشارك معاكم بلسان الطير دائما نحن لسان الطير تنديروا شربة او تنديروا في شواصفات اخرين دفع نشاركوا معاكم كقراططان تيجي رائع رائع والديد والديد بالساف ومكنت واحد المكونات الكثيرة والطريقة السهلة ندوزون المقادر هنا كيف تشوفوا عندي طروفة ديال سدر ديال الدجاج تقريبا واحد مئتين وخمسين قرام وعندي بصلة كبيرة مشلدة وعندي ضامة ليباط وهذا هو لسان الطير رمغسلته مواله عندي واحد ثلاثمائة قرام ديال السان الطير بالنسبة للمقادر تبقى على حساب الكمية او على حساب العدد الاشخاص اللي عندكم هنا ردرت واحد المول الكبير لانه تيكلوا فيسة الاشخاص او خمسة الاشخاص يعني بالنسبة الناس اللي تكونوا عائلة كثيرة تزيدوا يضعفوا لسان الطير تدرون سكيلو والدجاج تزيدوا البصلة يزيدوا تسبق عليكم عرض طريقة اللي تتكونوا متبعينها هنا سيزيدوا بمالقة كبيرة عامرة زبدة ودرت هذه المعجنات الصان الطير ما مغصولين ش خاصهم يكونوا ناشفيين لدرناهم فازقين ما غديش ليعطونا أحد القرماشة ويتحمروا هنا غد يلبسوا كامل با هذاك الصان الطير بالزبدة وتمدوا نحركه فيه تيتحمروا لنحو بيها بتتحمروا وتتجي تصارحة الوصفة الديدة الديدة لديدة بالزيف في المخصص اي تظهر زيتون في مخصص الزبدة مخصص الزبدة سوف ندخل الزيتون يجب أن نحمرها جيدا و تنزيد المبارد لكي لا تتعجن لنا الحبة من الفوق و تبقى خضرة من الداخل لكي تطير طيب واحد ومن احنا عارفين المعجنات يعني هذا اللسان الطير تهز واحد شوية طيب تقريبا قريبا الوقت يلي فسن طيبه المحيمصه عكس اللي باب تغييتي طيبه وليك اللي تنشحره مكاتي يجيو الصراحة لديه يجيو الصراحة بنينين بها الطريقة ما تتجينش لديك الليبات او لهديك القراطان ديالنا بينا في معجنات مسلوقة تتجين مشحرة تتعطينا واحد الماضاق اللي هو مختلف وتمدلنا كله حبة حبة سوف ندير هديك ضامة الليبات محلوكاية تنفرتتها محلوكا بيدنا هنا مدرنا الملحة لبزار لانه ضامة الليبات مالحة والعطرية غتكون عدنا فالتجاج غتشوفه وغتكون عدنا تفصلصة البشامي بالنسبة لبزارة البشامي اللي ما نشاركش معكم هنخليه لكم صندوق الوصف اللي نديرتها شخم المرة معاكم هنا زلت المبارد كيف تتشوفه اللي تنزيدون المبارد هو اللي تعطينا ذلك الفوقاعات في الحجة سخونة اللي تتبلينا من الكبة يعني تكونوا نفس الحرارة سوف يتنحركوا محلوكا وغنغطي القاملة ديالي ونخليها تتسلق ولكن مرة مرة تنحرك في حالة اللي نلقينا هذا كل ما نقص لنا وباقي الحبات مطابوش نزيدوا شوية ديال الماء هنا قدرت معلقة ديال زيتون يعني هنا ودرت صدر ديال الدجاج ودرت البصلة وغنقا نحرك في هذيك البصلة مع صدر ديال الدجاج شيتشحر لنا تماما عدوش نزيدوا في التوابل وهنا يفد الأثناء راح نديرين لسان الطير ديالنا او المعجنات اللي عدنا ديال الحبيبات اللي شكل ديالهم طويرة معروفين عد المغاربة يعني تنديرهم يتسلقوا قلنا هاد الوجبة ديال اللعشة اللي هي سريعة ضغياتها توجد وفهد الأثناء انا يا رتا هي بديت نصيب تسلصة البشاميل غنقا نصيب فيها حدايا يعني تقطيبوا لنا فنفس الوقت عد سلصة البشاميل مدخلتش في الفيديو خدتصيبتها معاكم شحم المرة في القناة ديالي وغنخليه لكم في صندوق الواصف هنايا غدرت معلقة معامرة جيل الملحة نص معلقة ديال ابزار ودرت هنايا شوية ديال سكين جبير او نص معلقة ديال سكين جبير وغندير شوية ديال خرقم بلدي او نص معلقة صغيرة باش خدامة بيها خرقم بلدي هادو ما التواب اللي درنا وبالنسبة للسلصة البشاميل ردي رعين نص ليدر يعني نص ليدر ديال سلصة البشاميل في معلقة كبيرة زبدة ومعلقة ديال الدقيق والملحة والبزار ولكن انا يا رافيت انا بشاركة معكم ونوركم الطريقة يعني في الفيديو اللي كان في هادو السلصة البشاميل موني وغني وغني يلكم كما تحصي جبير صعبا لليكم حلقة بوضنها وجدنا البشاميل بلديها بالعطرية وهناك في هذا الاتناء نحن هي خاصنا هاديك السند يطوير ليش نص لحلقة بكها و لحلمة ديالها خاصة الطيب وتشرب للينا هذا الماء يعني الذي سنحس بها قرب الطيب تنقص البوضن خليه تشرب للينا هدو كل ما تماما وربجنا من الدبي بهذا كضامة الليبات تشرب القوام من بعد ما وجدت الصنطير طابت كيف تشوف الحبيبات تكبره تقريبا المقادر يعني ديسة الأشخاص يعني طوني حد الكمية ديال لاطة كبيرة تقدروا تديرو التمو الكمية اللي بغيتو وهنا هدك صدر ديال الجياج هو البصلة غن نهبطه كيف تشوفه وغن نحركه مدرناش بالملحة والوظهر في اللسان يعني في المقاطنيات باش مديناش هذيك اللي بادينا مالحة او بفيتها الملوحة لانا عندنا صلصة البيتامي في الملحة وضعمة الباط اصلا تهية مالحة والتوابي اللي درنا مع الجياج يعني هما من السمين وفي نصوقت فيهم الملحة يعني هتافضوا على هاد العبار اللي انا اعطيتكم وتقدروا تدوقه يعني الناس اللي ما تدبطوش المقادر يدخلوا الفران هنا يزت نص دي الكمية دي السلسة البشامي اللي درت نسليطر ونص دي الكمية هنزيدات هي نخلطها باش تعطينا ديك التعليكة وباش اللي تطيبلينا هذك القراطان ينوطن قطعوتي يتهزلينا مقد كيشتوفوا في بداية دي الفيديو صافي الله طمد هنتم اوالو لان عدنها حني هذي السنطير يعني رفيز زبدة وفي نص وقت مشحرين التوابيل والجاج والبصلة يعني مغتلسقش لانتها تهز بسهولة ركشوه في القاوام ديالها في اللاطة اللي تنهزوها صافي تنسرح هذك المقادر اللي انا خلطتم كاملين وغنديرو من الفوق سلطة البشاميل ونزينو بالفران اعفوان بالفرماج مو تزاريلا محكوك من الفوق الفران تنشعلوه من الفوق وملتح تنديروها الطيب عرسة تبدأ الذهب لنا من الفوق تنطفو الفران ونخليوها وحديدو حد خمسة دقيق فالفران تتشد بلاستم زيان تنطفو عليها ونخرجوها ونخليوها تترتاح يعني واحد عشر دقيق تتشد فالينا اللاطة متى تكون سخونة بزيف باش اللي تنهزوها تتقطع لنا مقادة ونقدموها الطياف ديالنا يعني كطروفة او تقديم ديالهم فردي هنا يمح الكاياسة في تنديرو المتارين من الفوق واحد الكمية اللي قليلة متى ارتشانة لداخل لنا جات بالزيب دا بالسلسطة البشاميل جات صراحة بنينا ومعلك هاد القراطان جربوه وغي يعجبكم وبرتاجوا مع اصدقاء ديالكم ومش بخلوش علينا بلايك بلايك البنات اللي تشفو في فيديو ديالي والناس اللي مشاركين في قناة ديالي لايك بخلوش بلايك والناس اللي تشفو الفيديو ديالي اول مرة لايك بخلوش بمشاركة والله يجازيكم باخير دلوا لينا ابوني باش تدعمونا مع اصدقاء ديالكم متى اشكركم على الناس اللي تنضموا القناة ديالي وتيعجبوا موصفات هذا هو القاوم دياله كيف تشوفه متى تجيش لاصقه في اللاطا تجي كمية كثيرة ودغيات ستتوجد صراحة القراطان جربوه ورطوا علي الخبر لنديد مميز لوصفات العشاء او لغداء الناس اللي تبغوا اللي يبطرنا للغداء هذه وجبة ديال العشاء خفيفة دغيات ستوجد الناس العشاء ديال مرحبا بكم في القناة شهوة الحجة رشيدة وإلى اللقاء انتمنى ديالفيديو أعجبكم وغيكونون شعر فيديوهات اخرين جايين مور هذا مرحبا بسلام عليكم اشتركوا في القناة